يعني بمناسبة أوكرانيا وهو طبعا الموضوع السائد الآن في العالم كله حذرت في الفترة الأخيرة كتبت مقالتين متتاليتين الحياة كان فيها شيء غريب جدا جدا يعني اعتذرت تقريبا عنك أخطأت في التنبؤ بمجريات الحرب في أوكرانيا وما حدث بها فكرة أن دكتورة نيفين موسعد وهي أستاذة أيضا فعل مسياسية قالت أن ذلك هو أخلاق العلماء يعني مش من السهل أن فيه واحد يعتذر عن أنه لم يستطع أن يتنبأ بوضع سياسي محدد لماذا قمت بهذا العمل أنا عايز أقول أنه مجال التنبؤ بالمسار المستقبلي للظواهر السياسية مجال شديد التعقيد وأنه من المألوف أن تحدث فيه أخطاء وأنه اللي حضرتك تحدثت عنهم منذ قليل اللي هم الخبراء الكثيرون يعني ما أكثر ما يمطروننا بأشياء غير معقولة إنما هناك أخطاء تحدث رغم محاولة اتباع تقاليد التحليل العلمي فأنا الحقيقة عندما نشبت أزمة أوكرانيا أنا بكتب مقال إسبوعي بانتظام في صحيفة الاتحاد الإماراتية فمنذ نشأة الأزمة اهتممت بها لأني لاحظت أن هناك مبالغة من الجانب الغربي في التحدث عن غزو روسي لأوكرانيا أنا كمتابع كنت أعلم أن للرئيس الروسي هواجس أمنية مشروعة وأنه هو يريد تلبيتها ومشكلتنا عندما نتنبأ بشيء ما في السياسة إن إحنا بنفترض أن نصانع القرار رشيد يعني بيتبع أسس الرشادة في تصرفاته وفي هذه الأزمة بالذات كانت أسس الرشادة من وجهة نظري وهذا هو مصدر الخطأ إنه الرئيس بوتين لا يمكن أن يغزو أوكرانيا غزوا شاملة لماذا؟ لأن التكلفة عالية أول شيء ولأن هناك بدائل أكثر نعومة نجح في أن يحقق أهدافه بها في سوابق يعني مثلاً 2008 بالنسبة لجمهورية جورجيا تدخل في موضوع أوسيتيا الجنوبية وأبخزيا بالنسبة لأوكرانيا نفسها لما أطيح بالرئيس المتعاون مع روسيا سنة 2014 قدر أنه هو يضم القرم باستفتاء سلمي فكان تصوري أن أقصى تصعيد سوف يقوم به بوتين أنه اللي هو عمله بقى بعد خطابه في 21 فبراير أنه هو يعترف بالجمهوريتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا ويعقد معهما معاهدتي دفاع مشترك وبناء عليه تتدخل القوات الروسية فيهما ويبقى يعني كتمهيد من وجهة نظري لاقتطاع الجمهوريتين دول برضو باستفتاء لأنه سكانهم من الروس فهذا كان السيناريو اللي في ذهني طبعا مع حدث كان يتجاوز هذا بكثير فوجدت أنه يعني من حق القارئ حتى من باب المعرفة العلمية الصحيح أن يعرف لماذا أخطأت فكتبت مقالتين بعد هذا الخطأ واحدة فيهم بعنوان مراجعة واجبة والتاني بعنوان محاولة للفهم في المراجعة الوجبة شرحت صعوبة التنبؤ السياسي والمشاكل التي تحدث وفي محاولة للفهم قلت ليه أنا بقى غلطل أني أحسست أني لو أنا باحترم القارئ مش معقولة كده أقول حاجة يعني ممكن لم تحدث تنبؤ خاطئ كده بمنتهى الصراحة وأتركه وهو يعني لا يعلم لماذا وقع ما وقع طبعا دي بتحصل كتير وحصلت حتى أيام أزمة أو أيام محادثات العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني في ناس قالوا دي إسرائيل هتضرب إيران هتضربها والضربة دي لن تتأخر عن أول فبراير طبعا أي واحد يعني برضو بيفترض عامل الرشادة كان متأكدا أن إسرائيل لا يمكن هتضرب إيران إنها مش قده مش قد الضربة دي يعني ومع ذلك عدت التنبؤات لكن أنا أحسست إن احترامي للقارئ وبرضو رغبتي في إن إحنا أصحنا دايما مش دايما يعني في أحيان ليست بالقليلة بنخطئ في تنبؤاتنا بس الميزة إن إحنا بنستخدم الأخطاء دي في تحسين قدرتنا على التنبؤة طبعا يعني في جميع الحالات بنشيد بهذا الموقف دايما جميل جدا فهي دي القصة يعني